مرحبا ماذا لو دخل حزبالي الحرب سؤال دك تحسبه لكن باليوم بالسياسة مو متل الرياضيات الرياضيات بيقولولك الجواب كذا مثلا خمسة زائد نائز صفر واحد بالمية معدل الارتيابي بقى صغير حسب الاختلاف القياسات وكذا اليوم بالسياسة زائد نائز 30 او 40% يعني بكتحسب دائما معدل الارتيابي عالي كثير بالسياسة ليه لانه العوامل لا يمكن حسابك والمقاييس متغيرة هذا اللي بدك تفهمه في علوم السياسي اليوم حزبالله انا بالتصوري لن يدخل العرب لكن اسرائيل تحاول كل ما تستطيع لكي تدفعوا لدخول الحرب فيه يعني فيه اختلاف امريكي اسرائيلي واضح انه امريكا لا تريد ايران ان تشترك في الحرب جابت اساطيلة وهددت بشكل مباشر حزب الله وايران اذا بتكون تفوتوا الحرب فانا لحا دخل الحرب ضدكم مش اسرائيل يعني لن تدافع اسرائيل عن الشمال امريكا لا تدافع عن الشمال اسرائيلي بجيوشة واساطيلة ومبريشة يعني متل ما بيحكوا الطرف الثاني يعني بيقول انه اذا غلط حزب الله ما في لبنان اعتبروا لبنان انتهى هذا اللي ارعب ماكرون فاجأ ماكرون مشان الله لا تفوتوا مشان كذا نحنا منحارب عنكن يعني قال التحالف الدولي لمحاربة الارهاب بيحارب عنهم وين بيحارب عنهم الغزي وبيحارب عنهم ونحنا منضمن لكون ونحنا كذا الاسرائيلي قطعا ده الحكي ما ما بركب بمخلوق انت بدك تحارب لي بغزي انا قادر على هذا الموضوع اذاك تحارب روحارب الميليشيات التانية الموجودة بالمنطقة حارب الميليشيات الشيعية بالبنان حارب ميليشيات اسمه بسوريا حارب الارهاب حارب هذا مهمتك انت مهمتك مو مهمتك تحارب دافع عني انا تدافع عني انا روح ضبط المنطقة اللي انت خربتها فالفرنسي مرعوب انه تدخل ايران الحرب مرعوب مرعوب رسمية وليه لانه ايران حليفه في النهاية يعني الفرنسا تتحالف مع ايران بشكل دائم من زمان يعني مو من هلأ من يوم اللي فات الجيش سوري للبنان فاعتبرت اعتبرت فرنسا ان حافظ اسد قد سلم لبنان على طبق من فضل امريكا من يوم اذا فحاولت حاولت كثيرا انت يعني تجيب بشار اسد لعندا بتعرفوا شراك دعمه جابه على السلطة وكذا على اساس انه هذا لا حيخليني بالبنان انا ومن ثم وقت اللي اجبرت وقت اللي جابت الحريري وكذا اتل الحريري اجبرت على استبداله بمين انه راح هذا طلع من لبنان الجيش السوري مين بدي اعتمد على مين بدي اعتمد تيار هداك تيار امريكي وبالتالي خسرناها نهائيا اذا لازم اوي حزب الله فكان تقوية حزب الله سياسة سابتة الفرنسيين والدعم للجيش اللبناني كذا كله لتقوية حزب الله عملية بيقولك خلي الشيعة احسن ما يجي الامريكي الشيعة بكرة بيوم ما بحييد كذا الى اخر اما اما اذا كان اجي الامريكي ما بيطلع منطقة هلا نجي على الشيعة بعدين بس شو الفرق يعني شو الفرق بين العقل الامريكي والعقل الفرنسي العقل الامريكي عقل امبريالي انه انا دولي عظمة بيهمني مصالحي بيهمني نفوزي ما بيهمني الشيعة سنة بيد رشو كذا بينما العقل الفرنسي عقل صليبي عنده بالنسبة له ما عنده هالقدرات الامبريالية الواسعة وبده شأف له بده لبنان اللي هو استمرار للحملات الصليبي هيك بيفكر العقل الفرنسي عالصغير طيب لبنان بالنسبة له يدل له تحت تحت نفوزه وهيدي حصي وهيدي مدريشو وهذا مهم جدا هالسبب الامريكي تغاضى عن انقلاب النيجير ليه لانه انقلاب النيجير شو بيشلح الفرنسي مورده الاساسي من الزهب طبعا عم يسؤلوا الدهب النيجير ودهب النيجير كله عن الانقلابات اللي صارت على الفرنسي الامريكي الطناش ولو انه كان لمصلحة الروسي يعني يبقى لك انقلاب بكرا أنا برجو بس طلع الفرنسي طلع الفرنسي لانه الامريكي يفكر بعقل امبريالي ما بهمه الدهب بهمه بهمه الدولار يستمر وين القطر على الدولار القطر على الدولار بالصيني بالعملة الصينية الجديدة والبدأ تكون ثابت السعر كما بيقولوا الى آخر نرجع للبنان اذا حزب الله اهتخل للحرب قطعا الشيعة تبع لبنان يعني كما بيحكوه سيهجروا من لبنان يعني كما تهجر الشعب السوري هجروا اهل القصير واهل القلبون واهل كذا سيهجر الشيعة خارج لبنان الى ايران الى الدولة الشيعية في العراق وإيران ولح تتسم العراق يعني فيه خريطة جديدة للشرق والوسط سيصبح لبنان جزء من السورية الجبرى ويعني لحي لحي يتهجروا الشيعة يعني مثل ما بيقولوا يعني يعني ولا يحيقوا المكر السيء الا باهله فمتل ما عملوا فينا لا حيصار فيهم فالشيعة خارج لبنان صاروا عمليا كلهم قاطبة ترحيل على ابو جنب الى خارج يعني النفوذ الفرنسي انتهى صفهم المسيحيين اقلية ما بيحس انه يعملوا الدولية بدون يدخلوا بالفيدرالية مع سوريا وهذا المشروع يعني بالتصور هو مشروع مهم جدا فنحنا نتمنى انه حزب الله يفوت يفوت الحرب من شأن نرجع نوحد سوريا والاردن والفلسطين واللبنان ونقيم دولي مسالم الى اسرائيل هذا مشروع موجود بزهننا وحكيم فيه ونحكي عن اللاجئين اليوم اللاجئين السوريين ببساطة يذهبوا ويسكنوا ببيوت الشيعة وما صار شي وفلسطينية ويسكنوا ببيوت الشيعة وخلصت ارتاح المنطقة كلها فهذا اللي يحدث اذا كان اذا دخل حزب الله الحرب لالسبب انه بتصوري لن يدخل الحرب لكن الاسرائيلي يريد يفوت هلأ اسرائيل محة مهلة لـ 22 شهر مثل ما حكينا هذا مهلة اللي هي يعني حطه لياها لتنهي موضوع غزة هي بتصورها الحرب ستستمر ستتشهر وستكون سيكون شرق اوسط جديد هلأ الطموحات الاسرائيلية طبعا تصطدم بامكاناته يعني مثل ما قلنا معدل الارتياب كبير يعني 40-50 زائد ناقص 50% عرفتوا شو يعني يعني ما فيكن تعتبروا انه البدو يقوله فلان صح والبدو يقوله ايران صح والبدو تقوله المقاومة صح دائما تكب نصهم البحر هذا اليوم الاسرائيلي يحدث مثل العرب تمام انا كذا انا امدر ات häufig حس امكاناته الحقيقية طيب امكاناته الحقيقية ممكن تكبر وممكن تصغر امكاناته الحقيقية ممكن تكبر وممكن تصغر الإسرائيلي عميراهين أنه أنا أقدر على إدامة الحرب وأقدر على كسبة في النهاية ليه؟ لأنه وراء دول دول وعنده مال كثير وعنده دول وعنده تفوق نوعي بالسلاح والطرف الآخر عاطفي بيهوج بالأول وبعدين بيحمد قدرة المقاومة على الاستدامة زخيرة وطبابة ومدرش وقدرة ضعيفة أنا محاصرة يعني وبالتالي عميراهين على الوقت بيقول لك على مهلية بالعملية الأسكريية بيشتغل على مهلية شوي 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 آخر شي هو بذهنه أنه أنا بدي هجر هذي هذي السكة إذا ما حسن يهجرهم لأسين لسينة ممكن يعملون لهم معسكرات وين؟ معسكرات بالمنطقة الجنوبية يعني منطقة المطار ومنطقة كذا هاي المسلسة هذا فاضي هذا فاضي يعملون لهم معسكرات هونيك وتجي موظمات الإنسانية الطعمين وتصيون ريسا ما ينضفوا الأنفاق وينضفوا وممكن يرجعوا السكان مولاكل غزة لجزء من غزة ويعملوا سلطة على كيفه كمان هذا الحل يعني ممكن الطموح الإسرائيلي يتقلص إلى هذا الحل لأنه موقف مصر يعني لازم يكون قوي بها الفترة ومصر وراها يعني أسبابها الكافية أنه تقويض القضية الفلسطينية وتقويض المدرشوية يعني مجتمع الدولي مو كله عاجبوا أنه إسرائيل تعمل ليه كمان في جزء كبير من المحللين بإسرائيل بيقولوا أنه هذا سينهي موضوع السلام مع العرب نهائيا يعني ما عاد فيه ابن سوريا يوافق على السلام ليه لأنه مرضي الفلسطيني الفلسطيني يرضي معك بدولتين حدود 48 والقدس مقسمة قبل معك فأنت إذا ما بدك تقبل هاي معناته أنت لغيت لغيت السلام مو لغيت الفلسطيني لغيت السلام فقبول حقوق الفلسطينيين هو شرط طبيعي عند الشعوب العربية أنه لحتى يحسنوا ويعملوا تطبيع ويعملوا سلام وهذا منطقي تماما نحنا نحنا منقول أنه إذا قبلوا بحل الدولتين ممكن نحل قضية اللاجئين للفلسطينيين وإلى آخرية بطريقة التعويض بطريقة التعويض على أساس نعطيهم حقوق المواطنين ونعطيهم كذا وبصير لهم حق الزيارة وبصير فيه سلام بالتالي يمكن يزوروا أهلهم يزوروا بلدانهم يستثمروا يعملوا يشاركوا يعني بدل عايش بحس حاله أنه ما خسر كثير نقل من منطقة لمنطقة وأخذ بيت مقابيل بيت وهوية نفسه إذا كان الفلسطيني اللي بتضف والقطاع بيحمل نفس الهوية هوية بلاد الشام مثلا ما هيك بتصير المشكلة محلولة خاصة إذا إسرائيل قبلت تدخل بيكون فيدرالية أو تحالف أمني عسكري اقتصادي مع بلاد الشام كثيرا ده الموضوع بيبرد الصوت بيعيشوا اليهود كأقلية مثل غيره أما مو دولة عزمة مهيمة هذه الطموحات الإسرائيلية ما بتزبط أكثر شي بقدراتهم أن يعيشوا كأقلية منظمة موجودة تتعاون مع الآخرين محمية دولية محمية مثل لبنان مثل ما كان لبنان مسيحية لبنان محمية دولية وموجودين ضمن ضمن صيغة تعايش ما لأنه في السعارة بإسرائيل نفسها يعني بـ 42 ما لح تنتهي دي الساعة طي إذا دخلت إذا دخل حزبالي الحرب انتهت لبنان كلبنان مستقلة آم مشروع بلاد الشام تغير خريطة الشرب لأوسط الذي يعني تقسيم العراق ضم السنة لسلات سورية والنوصل وحصر الشيعة بمكان معين بالعراق وبسمها بتصير مشروع إسقاط النظام الإيراني قائم جدا هذا قد يعني تفكيك تركيا يعني هذا المشروع سيكون نتائج كبيرة جدا تفكيك تركيا تفكيك إيران العربستان يعملوا لحالهم شي الشيعة العرب يعملوا شي والشيعة الفرس يعملوا شي تنقسم قسم يروحوا على أفغانستان من إيران يعني الموضوع سيتغير خريطة الشرق الأوسط كلها إذا دخلت إيران أو عناصر إيران الحرب مباشرة هلأ سيحركوا فقط المنظمات الفلسطينية في تفاهم بين إسرائيل وأمريكا بالقرار 17-01 وفي تفاهمات أمريكية إسرائيلية لبنانية فرنسية أنه يصير عمليات عسكرية محصورة خمس كيلو متر لاحظوا هلأ كل القصف وكل كذا خمس كيلو خمس كيلو من طرف الحدود هاي خمس كيلو من طرف المنظمات هذا الاتفاق قائم اليوم فيطلع حسن بكرة ويقول لا مقائم هذا الاتفاق وأنا لح أدخل الحرب هذا يريد إياه إسرائيل ويريد إياه أمريكا ويريد إياه إلى آخره فوتوا الحرب نحن نقول لكم نبهكم ليش ما بدا إيران أمريكا إيران أفوت الحرب قال لا أمريكا تخطط هزيمة روسيا هزيمة روسيا والصين دخول إيران الحرب فرع عملي بلا طعمي مصاريف بلا طعمي لماذا لأنه في النهاية إذا هزملت روسيا والصين وقوية أمريكا إيران راحة راحة يريعة في كل أحوال راحة فال為什麼 لحد تدخل الحرب أخذها سلما باخدها بالهيمن وبحاصرها بعملها ومفككها من داخلها فخطة أمريكا لتقويض إيران خطة بتكون بلاش يعني ما بتكلفة كتير بينما ازدخلت الحرب لحتكلفها عتاد وتكلفها تفوت الحرب هي نفسها أمريكا بدت تصعرق قوتها بدت تصعرق قوتها وبدت تفرجي الروسي والصيني قدراتها العسكرية ميالي جدا هي أنه يعني تعمل شيء بالشرق ووسط اللي بيه خارج التفاهمات هو سوريا ما فيه أي تفاهمات حول سوريا ولم يطرح الموضوع السوري على طاولة أي مفاوضات بين الطرفين على الإطلاق والسورية هي يعني محتلة من قبل عمليا قبل روسيا لسبب بدت تتمرجل بسوريا تالي من هون إلى ستة أشهر سيكون هناك سوريا مفتوحة على كل احتمالات يعني زائد نوع 90 الوضع القائم الحالي الأمريكي ما بده يحارب الروسي مباشرة ما بده يحاربه بالوكالي فلاح يحرك الملف السوري بطريقة أخرى لها السبب بتشوفوا أنه الروسي مصر على استمرار القصف على مناطق إدلب ليش؟ لحتى تدلة تركيا ورقة فالذي يقصف في إدلب هو يعني الأوامر الجاي للقصف من أجل احتفاظ هذا المنطقة بإيد تركيا لأن تركيا حليفة روسيا عملياً ليش؟ كيف يعني؟ يعني إذا كان خفض التصعيد ووقفت العمليات لتبلش الأمريكي والناس اللي جواه يطالبوا التركي أن تكف إيدك عن هذه المنطقة حاجة مقدراته حاجة فساده حاجة إلى آخره حاجة وتقوى النزعة لأنه ينسحب الجيش الجيش التركي تتسلم سلطة ورمية المنطقة وبالتالي لازم يدل في حرب اثنين العناصر والفصائل والكذا والناس والآخر يقول لك يا أخي ليك القصف ليك والمدري شو هلأ مو وقتها تحكوا مع التركي يخلي التركي يساعدنا أحسن ما يفوت علينا النظام إذن قرار القصف هو قرار تركي روسي وليس النظام مو النظام مو بوارد أبدا ليش النجوم ولا شي المهم يستمر هذا القصف تستمر حالة الحرب لا تستمر منطقة الشمال ورقة بها التركيات تتبرر فيها تركيا حط إيدها على الشمال فإذن هذا كمان قرار روسي قرار روسي التركي والمعارضة السورية إلى مصلحة فيه هذا إذن قصف إدلب هو نتيجة نتيجة الحلفاء تبع إدلب مثل يقوله ونتيجة مصالح الناس المتحكم بورقة الشمال السوري فهو مطلوب وسيستمر لحتى يستمر النفوذ التركي والوجود التركي يجب أن يستمر القصف فتقول لي أنه يعني التركي يعمد ولازم ينصاب الجيش التركي ينتبهوها لازم كل فترة فترة ينضرب موقع الجيش التركي بشان تركيا يقول العم بنضرب أنا عم يروح لناس أنا كذا مشان بلق عدي لأنه أي مشروع اليوم يسقط من نظام السوري يخرج روسيا من سوريا ويخسرها خسارة استراتيجية أيضا بيخسر إيران فبدون ما نفوت بحرب مع حزب الله ناخد سوريا ونفصل سوريا عن العراق فحزب الله يضمر ويموت بعوامل كثيرة لهذا السبب أخذ سوريا حاسم بالنسبة للأمريكي وستعتقد عنده خطة مسبقة يعني بلش خطته من يوم ترك أفغانستان ترك أفغانستان دولة سنية قوية ترك لمصاري ترك لأسلاح وترك لأكله ترك ونحمل حاله وقال نهرب قال نهزم لحتى تكون يعني شوكة بالمنطقة هونيكي عالصيني وعالروسي وعالروسي فأفغانستان كانت ترك أفغانستان بداية تحريك حرب أوكرانيا واستفزاز الروسي لدخول الحرب كماني كانت مرحلة اليوم سوريا مرحلة في هذا الصراع بعد ما يعني يخلص من هذا المنطقة الشرق الأوسط يعني يزبطها مثل ما يقولوا ويعيدها يمنتوا على المنطقة بعتقد ستتغير ستتغير ميزان القوة في العالم خاصة إذا اعتمد على الهند مقابل الصين الروح الأمريكي يخطط لأن يستعمل الهند مقابل الصين وبالتالي يصبح الهند منافس حقيقي للصين اقتصادي وغيره وصير يد العاملة الهندية هي بدل بديلة عن يد العاملة الصينية فأنتحصر الصين اليوم بتشتري كمبيوتر أبل أو بتشتري كذا بتلاقي ماد ان انديا ما قاعد ماد ان شاينيا مثل ما كان يجي لا ماد ان انديا النوازج جديد اللي عم تجيه عم تجيه والطريق اللي فتحوه هذا مهم كتير هذا الطريق اللي فتحوه فتحوه بعيدا عن ايران وبعيدا عن طريق الحرير يعني الصيني فهمان القضية فهمان المسألة وغم انه كان عم يخطط ليأخذ تركيا من الناتو يأخذها من الشو التركي الدولة العميقة مش موافقة القصر والآخرية يعني بده يحاول بده يناور فمتمسك جزء هون جزء هون لسه التركي متردد ايه فإذا هلأ احنا لخصنا لكم المشهد المشهد العام سوريا ما تزال في عين العاصفة ونيف ايه ومصير بشار أساد يعني تقريبا محسوم يعني لا حيبقى حيبقى إذا بقيت الروسيا مسيطرة على سوريا راح تقلي شكله أما الأمريكي ما عادلوا مصلحة بيبقى اللي بقى على الأساد تهاية ولاحظوا أنه أول شغلة انطرحت انطرحت هي الفصل الحدود بين سوريا والعراق هاي انطرحت من أشهر يعني كان لسه مفي شيء فالأمريكي طارحها والأمريكي طلب من الإيران يقدم ضمانات حول اليورانيوم وعمل معه صفقة تبادل تتحرير الرهائن الأسرة والآخرية وحط المصاري بقطر وحجزهم وأخذ الأسرة فمطلوب من إيران كمان يتقدم تطمينات حول برنامج النووي ما تزال مطلوب طبعا مصلحة إيران كانت بحرب غزة ومصلحة روسيا روسيا وإيران هني وراء حرب غزة تماما الحسابات روسية إيرانية واضحة هاي دي التوقيت إيراني والحسابات روسية والعمدير اللعبة اليوم بخابرات روسية يوم من ورائها من الدعم المادي اللعن يجي لروسيا اللعن يجي لروسيا اللعن تحسن تستمر بالحرب بأوكرانيا هو دعم صيني فإذا الصين روسيا وإيران إلى حد ما الأمريكا عم يحاول يحييذ إيران إذا لم تحتاد إيران سيتطر يفوت الحرب ويتمرجل عليها بس اللي شايفه أنا أنه إيران ستفضخ ستخاف وتقول لك أجل 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 وبالتالي ستفجر كل القدرات العسكرية الموجودة الأمريكية والمراجل ستتفجر بسوريا سوريا ستشهد ستشهد حل عسكري وليس حل سياسي ستشهد حل عسكري وليس سياسي سوريا وإذا حسب الله دخل ستشهد لبنان وسوريا أيضا حل عسكري الله يسطر الشعب السوري يعني الله يسطر وثاني شيء السلطة اللي بدون يفرضوها بقوة عسكرية ما لح تكون سلطة ترضي الشعب السوري لسبب نحنا نحنا نطرح قطط أنه بالتعاون مع الشعب السوري أنتوا ما في داعي تدخل أنتوا بس ساعدوا الشعب السوري أنتوا كذا حتى ما تصير سوريا محتلة تماما من قبل أمريكا ومن خلفها إسرائيل هذا هو اللي نحكي نحن نحاول نجنب سوريا هذا السيناريو أنه نعمل سلطة انتقالية وشوي شوي نتحرر سوريا كلها وما في داعي تفوتوا لكن مصالحهم تتناقض مع ذلك لحد ما عند قلهم مصلحة يظهروا قوتهم ويسترضوا عسكرية هذا المشهد العام حكينا لكم هيكي تقديراتنا وهيكي مشاهدنا لكن مثل ما قلت لكم بالسياسة الجواب زائد نائس فيه ارتياب عالي يعني يصل لحدود لـ 40-50% يتبع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر